هذا الشهر المبارك تفتح فيه أبواب الجنة ومعنى تفتيح أبواب الجنة أنها مستعدة لتلقي عباد الله عز وجل والجنة تقول يؤال إليها بالطاعة وكأن تفتح لأبواب الجنة يعني أكثر من الطاعة حتى تدخل من الأبواب المفتحة وتصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران فلا معصية في رمضان إلا من النفس الشيطان بريء منها لأن أسباب المعاصي إما النفس بشهواتها وإما الشيطان بتسويله فأنت في رمضان كفيت الشيطان بالتصفيد فلا تسويل من الشيطان يبقى أن تكف نفسك الأمارة بسوء فكل معصية في رمضان من شوها النفس والشياطين بريء منها لأنها مصفدة مكبلة هذا الشهر المبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه الفريضة تعدل سبعين فريضة إذا صليت فريضة كأنك صليت سبعين فريضة في الأجر فما بالك لو صليتها جماعة سبعين في سبع وعشرين وهل كمان التضعيف يكون بالسبعينات فالسبع وعشرين في سبعين أخرى فضل الله واسح حتى تعلم الفضل الذي ينتظرك في هذا الشهر المبارك فتحسن استقباله بهمة عالية ونية كبيرة في الإقبال على الله فنية المرء خير من عمله فإنك إذا عزمت وأصابك أي خلل في أثناء الشهر من مرض أو عزر الشغال فإن الله يكتب لك نيتك هذا الشهر المبارك الذي جعل فيه الفريضة تعدل سبعين فريضة والنافلة تعدل فريضة فإذا صليت النوافل كأنك صليت فرائد فيما سواه فإياك أن تقصر في نوافل هذا الشهر ولا فرائد هذا طول الشهر فما بالك في ليلة القدر أيضا فهذا الشهر من الشهور التي جعلها الله من أعظم الهدايا لأمة الحبيب حتى أن بعض الصحابة مات صديقه أسلموا في يوم واحد وجهدوا مع بعض في غزوات محددة وكانوا يتنافسون في الطاعة مثل بعضهم البعض فمات أحدهم والآخر عاش بعده عدة سنوات فرأى في الرؤية أنه فوق مقام أخيه الذي سبقه بالموت فسأل في ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يأتي عليك عدة رمضانات هو لم يأتيها ولم يحضرها فأنت ارتقيت عليه بعدد الرمضانات التي جاءتك بعده فإذا هذا الشهر الترقي فإذا بلغت هذا الشهر وأنت في كمال العافية فاحرص على أن تأخذ منه أسباب الترقي عند مولاك سبحانه وتعالى وخيركم من طال عمره وحسن عمله ففي رمضان الماضي كان معنا ناس الآن ليسوا معنا وأحباب ليسوا معنا الآن في جميع الأعمار وكسر الموت ويكسر موت الفجاء في جميع الأعمار كلما اقتربت الساعة والمرض ليس سببا للموت ولكن علامة لقرب الموت فقط لكن ليس سببا للموت فكم من صحيح مات وكم من مريض عاش وكم من صغير مات وكم من شيخ فان عاش وبالتالي لا تأمن الموت لصغر سنك أو لقوتك أو عافيتك أو بعد الأمراض عنك بل استعد فالموت أقرب إليك من شراك عالك فهذا الرمضان أنت تعيش فيه هل تستطيع أن تحلف وتقسم بالله أنك تعيش رمضان الذي يليه لا تستطيع فربما يكون هذا هو آخر رمضان لأحدنا فعليك أن تتشبث به لعل الله سبحانه وتعالى يجعله سببا للعطق من النيران فاهتم بهذا الشهر المبارك هدية الرحمن للأمة المكرمة ببركة هذا النبي المكرم صلى الله عليه وسلم لأن الله طلع على أعمار الأمم كلها فوجد أن أعمار أمة النبي أقصرها كانت الأمم السابقة يعيش سبعمائة سنة وتمنمائة سنة وربعمائة سنة واللي يموت عنده تلتمائة سنة يبقى مات ناقص عمر زي ما بيقول للناس العوان ما الحقش يعني وإحنا عندنا أمة النبي اللي يعدي المية يجيبه في التليفزيون يعتبروه يعني حاجة من النوادر فأمة النبي أغلب أعمارها بين الستين والسبعين أغلب أعمارها فأين نحن مع الأمم السابقة الذين عبدوا الله مئة السنين ونحن لا نعبد الله إلا ستين سنة أو سبعين سنة فجبر خاطرنا بليلة خير من ألف شهر فكلما مر عليك رمضان كلما ارتقيت سنوات عديدة فوق عمرك حتى تأتي أمة النبي في وسط الأمم كالقمر في السماء تشير إليها كل الأمم هذه الأمة التي تكون شهيدة على الأمم والنبي شهيد على الكل لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فنحن نقوم هذه الأمة بمهمة الأنبياء فالأنبياء شهداء على أممهم وأمة النبي وهم ليسوا بأنبياء شهداء على الأمم فهذه أمة مكرمة استمدت كرمتها من انتسابها لأكرم الخلق لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم فاهتم أيها المسلم بهذا الشهر المبارك واشحذ همتك للطاعة وتب إلى الله من المعاصي والمعوقات والعادات السيئة التي تكبلك عن المسرع إلى الطاعة فالله يقول سارعوا ويقول سابقوا سارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات الأرض والصائم لابد أن يراعي الأدب الصيام جنة ما لم تخرقها يعني جنة وقاية من عذاب الله ووقاية من غضب الله وحماية من الوقوع في أسباب الإثم تخرق هذه الجنة متى تخرقها بالسخب والفسوق وعدم مراعاة الأدب ولذا لابد للصائم أن يتأدب بأدب الشرع الشريف فلا سخب ولا فسوق ولا جدال فإن سبك أحد وأنت صائم ليغضبك حتى تنتقب منه فتسبه كما سبك فتذكر أنك صائم فقل إني أمرء صائم فإذا سبك أحد أو شتمك فقل إني أمرء صائم تقولها هكذا في وجيه لعله يرتدح هذا إذا كانت صيام فريضة فلا رياء فيها إذا قلتها أما إن كنت صائم صيام تطوع فقلها في نفسك حتى لا تكون رياء وذكر نفسك أنك صائم فتقزم غيزك ولا ترد عليه وتعرض عنه فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجو والعطش لأنه لم يرعي الأدب فمرعاة الأدب مطلوبة اقطع صيامك نهارك في الصيام في ذكر الله وفي طاعة الله وفي أداء ما أمرك الله أن تكون به من عمل فكل له مهنة أو عمل أقامه الله فيه علي أن يتقنها في شهر رمضان لأن الإتقان عبادة ولا يتعلل بأنه صائم فيقصر في عمل إياك معظم الحروب العظيمة التي كانت سببا في تغيير مصار الإسلام كانت في رمضان والناس صائموا على مر التاريخ لو مررت على رمضانات من أول رمضان غزوة بدر إلى رمضان السادس من أكتوبر في العصر الحديث تجد كلها في رمضانات لأن الله سبحانه وتعالى يكون أقرب ما يكون للعبد وهو صائم يقول كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي وأنا أجزي به لأنه الصوم يعلمك الإخلاص لأنه لا يدري أحد أنك إذا اختبأت في مكان شربت أو أكلت ثم تظهر أمام النسك أنك صائم لا يمنعك في الخلوة من الأكل والشرب إلا مراقبتك لربك فهو ينمي فيك المراقبة وينمي فيك الإخلاص يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وغاية المراد هي تحصيل تقوى الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذه الأوامر لا تحصلها إلا بعبادة الله على الوجه الذي يليقه بالله فإن كان تقصير مع الاكتهاب فالله يجبر هذا التقصير والله يعفو عن كثير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأداء الصائمين وأن يؤدبنا بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حسن استقبال هذا الشهر وأن يهل علينا هلال رمضان هلال خير وبركة علينا وعلى سائر المسلمين في كل مكان اللهم يا رب العالمين أهل علينا هذا الشهر هلال خير وبركة وأعن على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الأخلاق وإطعام الطعام ما حينا وتقبل ذلك منا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين